بس الاول تشرح لنا يعني انت بتلعب في نادي نانت الفرنسي بزبط ازاي بتلعب في نادي نانت الفرنسي هل بيتم استعارض تاكست ايه اللي بيحصل يعني احنا عندنا الدوري في فرنسا بيبقى من شهر سبتمبر لشهر مايو بعد كده وقبل كده اللاعب حر يقدر انه ينتقل الى اي نادي طالما لا يتعارض مع مباريات الدوري الفرنسي انا عايز برضو اوضح لجمهير النادي الاهلي ومتابعين برنامج البيت الكبير حاجة مهمة جدا ان موضوع الاحتراف بتاعي اصلا بدأ بان النادي الاهلي سامحلي ان انا احترف انا كنت طبعا من ناشئين النادي الاهلي وبعد ما ربنا وفقنا وكسبنا الدوري وانا عنده 14 سنة كان الدكتور علاء مشرف اخدني كتكريم مع كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب فطبعا انا مكنش مصدق نفسي وانا قاعد مع كابتن حسن وكابتن محمود وكابتن محمود من الحاجات الجميلة اللي هو فيها وبيحب يقعد مع الناشئين عشان يدي لهم نصايح كتير قوي هو كان بيطبقها وهو لعب وكمان هو شاف بعض اللعيبة وقعوا في بعض الاخطاء فبيحب ان هو يقول اللعب لا اخد بالك انت دلوقتي ممكن تمر بالمواقف اللي جاية دي فاخد بالك لازم تتصرف بالشكل المثالي عشان ما تقعش في الاخطاء دي فكابتن محمود قاعد ينصحني طول الاجتماع حاجات غير اللي انا كنت جاية انا كنت جاية على تكريم الاجتماع دي كابتن محمود قاعد لي اخد بالك التعامل في المواقف الفلانية بالشكل الفلاني فطلعت بالنسبة لي كان اجتماع مهم جدا في حياتي الغادة دي بيستفاكه والاجتماع ده حصل ان دكتور علاء طلب من كابتن حسن وكابتن محمود ان انا احترف وكان ساعتها الناد الاهلي بيقول طب احنا ما صدقنا نكسب دلوقتي دوري العمر اللعيب مهم طب هتسمحول ان احنا احترف والناد الاهلي وافق فعلا على احترافي على اساس ان احنا ما نكسبش بس دلوقتي ولكن نظرة في المستقبل وان يحصل فيه استثمار ان انا اطلع والعب في دوري اقوى من الدوري المصري بمراحل دوري السويدي على اساس ان انا اعلي مستوية بحيث ان بعد كده ان شاء الله نقدر ان احنا نكسب الدوري اسهل بكتير من احنا بنكسب دي كانت البداية الدوري السويدي دي كانت البداية اشتركوا في القناة